قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم تصريح أناحي يتير ضجة بين الجماهير المغربية بخصوص أداء المنتخب المغربي بورونار يفاجئ الجميع ويؤكد رابطه في تدريب منتخبين من أجل المشاركة في كأس العالم توضيح بشأن الشماعي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع مع المدرب وليد راقرقي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار تصريح عز الدين أناحي يخلق الجدل بخصوص أداء المنتخب المغربية تدول النشطاء مغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي بتفاعل كبير تعليقات اللاعب عز الدين أناحي حول حالة المنتخب المغربية بعد تعادلهم في مباراة ودية ضد منتخب موريطانيا والسند المشجعون المغرب في حديثهم إلى ضرورة أن يقوم المدرب وليد راقرقي بإجراء تغييرات على استراتيجيته التكتيكية للفريق من خلال تصليط الضوء على تعليقة أناحي التي صدرت بعد اللقاء والذي قال فيها اللاعب أن طريقة لعب المنتخب المغربي أصبحت مكشوفة لجميع الفرق ولفت اللاعب عز الدين أناحي لأن المنتخب المغربي أصبح يواجه تكتيكات دفاعية محكمة من الخصوم مما يزيد من صعوبات المنتخب في تحقيق الأهداف نظرا لهذه الاستراتيجية الدفاعية المنظمة وعلى هذا الأساس أكد المشجعون المغرب على أهمية قيام راقرقي بتحديث وتحسين خطتي التكتيكية لتفادي هذه الأخطاء ولتعزز قدرة الفريق على التسجيل والعودة إلى مصاري الفوز بنتائج مقنعة رونار يفاجئ الجميع بهذا التصريح حول تدريبه لمنتخب في كأس العالم خلال حديثي في المؤتمر الصعفي الذي جرى لكشف نقاب عن الأسماء المختارة للانضمام للمنتخب الفرنسي النساء لكرة القدم للمشاركة في تصفية المؤهلة لبطولة أوروبا لعام ٢٠٥٢ أدلها في رونار مدرب المنتخب الفرنسي للسيدات بتصريحات حول مستقبله بعد انتهاء مهامه مع الفريق عقوب دورة الألعاب الأولمبية في باريس وتطرق رونار في حدثه إلى تطلعات المستقبل قائلا هناك جزء من يفكر في المشاركة في كأس العالم ٢٠٢٦ أتمنى أن تكون هذه البطولة هي المشاركة الثالثة لك مدرب في كأس العالم ويأتي هذا التصريح بعد إعلانه عن قرار مغادرة موقعه كمدرب للمنتخب الفرنسي للسيدات حيث أشرت عدة تقارر إلى إمكانية توليه تدريب منتخبات رجالية في أفريقيا توضيح بشأن اجتماع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكراس القدم فوز القجع مع وليد راقراجي ترقلت الأخبار إنعقاد لقاء يحمل طابع الاستعجال بين وليد راقراجي المدير الفني للمنتخب المغربي وفوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكراس القدم وذلك في عقاب اللقاءين الأخيرين خلال الفترة المخصصة للمباريات الدولية وأوضح موقع لويس أنفو بأن اللقاء بين فوز القجع وليد راقراجي هو جزء من سلسلة اجتماعات دورية يتم عقدها بصورة معتدة بين الطرفين سواء عقب المباريات أو في فترات متفرقة بهدف مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالمنتخب المغربي من حيث الاستعدادات والأداء وغير ذلك كما نفى المصدر المعلومات المتداولة التي تشير إلى أن الاشتماع كان يهدف إلى تحديد مستقبل راقراجي مع المنتخب المغربي مؤكدا أن هذه الإدعاءات لا تمتل الواقع بصلة وأن لقاءة الماضية بين القجع والريقراجي تعتبر جزءا من الروتين الطبيعي تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي تعادل مؤخرا دون أهداف في مبارته ضد موريطانيا فيما حقق فوزا في المباراة الودية الأولى ضد أنجولا بهدف نظيف خلال نفس الفترة الدولية وكان التحادل مع موريطانيا خلق بعد النقاش بين الجماهير المغربية التي أعربت عن عدم رضاها عن الأداء والنتجة لسيما مع اقتراب المباراتين الهامتين في يونيو القادم ضمن التصفيات الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 مدرب المنتخب الأولمبيد طارق سكيتيوي يختار ثلاث لاعبين من أجل اللاعب في الأولمبياد مع المنتخب المغربي يخاطط طارق سكيتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي دون الثلاثة والعشرين سنة لاستدعاء ثلاث لاعبين من الفريق الوطني الأول الانضمام إلى الصفوف الفريق الذي سننفس في الأولمبياد المقرر إقامتها في باريس عام 2024 وتم تحديد مجموعة المنتخب المغربي في الألعاب الأولمبي لكرة القدم حيث سيواجه منتخبة الأرجنتين وأوكرانيا بالإضافة إلى فريق يتأهل من القارة الأسيوية عبر تصفية الإقليمية مع بدء الألعاب في الرابع والعشرين من يوليوز واستمرارها حتى العشرين من غشت وذكر موقع العرب الجديد أنه علم من مصادر مقربة من طارق سكيتيوي كشفت أن المدرب يأمل في دمج أشرف حكيم الضهير الأهمل لندي باريسان جرمان الفرنسية وإبراهيم دياز مهاجم ريال مدريد الإسبانية ونيف أكراد مدافع وإصطهامي نيسد الإنجليزية ضمن تشكيلة المنتخب الأولمبي المغربي للاستفادة من خبراتهم في المحفل الأولمبي المقبل وأفددت المصدر أنه عقب المعسكر التدريب الأخير لمنتخب المغرب تحت الثلاثة والعشرين سنة في أنطاليا بيت توركيا ينوي سكيتيوي عقد جلسة عمل مع الوليدر جراكي مدريب منتخب الوطن الأول في مركز محمد السادس لكرة القدم الهدف من هذا الاشتماع هو الاتفاق على قائمة اللاعبين من الفريق الأول الذين سينضمون للفريق الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس وحتى الآن يعتبر سكيتيوي أن حكيم ودياز وأكراد هم اللاعبون الميتاليون لهذه المهمة وتبعدات المصدر قائلا يقف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبياد المغربي أمام تحدي كبير عند تحديد تشكيلته للمشاركة في الأولمبياد المقبل باريس حيث يحد القانون من اختياراتهم إلى خمسة عشر لاعبا لا تزيد أعمارهم عن ثلاث وعشرين عاما بالإضافة إلى ثلاث لاعبين الستنائيين يتجاوزون هذا العمر نظرا للعد الكبير من اللاعبين المغارب المحترفين الذين يظهرون بشكل لافت في الأندية الأوروبية حيث سيجد طريق سكيتيوي نفسه مضطرا لعمل اختيارات صعبة واستبعاد بعض اللاعبين المتميزين ليصل إلى القائمة النهائية للمنتخب المغربي جادر بالذكر أن المنتخب المغربي الأولمبي قد أجرى مؤخرا في العشرين والسادس والعشرين من مارس الجاري مواجهتين وديتين على الأراضي التركية حيث واجه في المباراة الأولى منتخب أوكرانيا وتلقى هزيمة بنتجة هدف دون مقابل لكنه عاد ليحقق الفوز بنتجة هدفين دون رد على المنتخب الويلزي في المباراة الثانية هذه المباريات تأتي كجزء من الاستعدادات للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف السنة الجارية 2024 حيث يسعى المنتخب المغربي الأولمبي لإثبات نفسه بشكل لافت بعد غيابه عن الأدوار الأولمبي لكورة القدم في الدورة الأخيرة وبالأخص منذ دورة الألعاب الأولمبي في لندن سنة 2012 يشار إلى أن طريق سكتيوي يعتبر هذا هو المعسكر الأول له مع المنتخب المغربي الأولمبي وذلك بعد تعينه من طرف الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم خلف للمدرب السابق عصم الشرعي الذي كان قد حقق كأس أمم إفريقية لأقل من 23 سنة مع المنتخب المغربي لأول مرة في تاريخها ترجمة نانسي قنقر